إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تمتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات يقول الحق تبارك وتعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبينا سبيل المجرمين من مقاصد إنزال الكتب وإرسال الرسل تبيين السبل وتوضيح الطرق تبيين سبيل المجرمين وأهل الإجرام وتبيين سبيل الحق وأهله ثم ترك الخيار للناس ليهلك من هلك عن بينا ويحيى من حي عن بينا بعد ذلك من شاء يختار الإيمان ومن شاء يختار الكفر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لكن لا بد من بيان الحق ومن بيان الباطل وأهله ضرورة لا بد للمؤمن أن يعرف الحق وأهله كما أنه لا بد من أن يعرف الشر وأهله لأن لا يلتبس عليه الأمر لأن لا يختلط عليه الأمر لأن لا يقع في الشر بحسن نية وغفلة وجهل في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني الصحابة كانوا يسألون الرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير أما حذيفة فكان يسأله عن الشر حذرا لأن لا يقع فيه لأن من جهل الحق يقع فيه وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال صلى الله عليه وسلم نعم قال قلت فهل بعد هذا الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت ما دخنه يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم قوم يهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر ترى منهم ما يوافق شرع الله وما يخالف شرع الله هذا هو الدخن قلت فهل بعد هذا الخير من شر الخير هذا الذي فيه الدخن هل بعد ذلك من شر قال صلى الله عليه وسلم نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله سفهم لنا وضح لنا بين لنا ما هي أوصافهم قال صلى الله عليه وسلم هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يعني يوافقوننا في الظاهر ويخالفوننا في الباطن قلت يا رسول الله فما تأمرني إذا أدركني ذلك ما الذي أفعل قال صلى الله عليه وآله وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت يا رسول الله فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام إن لم يكن للمسلمين جماعة الجماعة المقصود به السواد الأعظم الذين لهم قيادة تقودهم بكتاب الله إن لم يكن هناك جماعة ولا إمام للمسلمين ما الذي أفعل إنما هم طوائف متناحرة إما على الملك وإما على الباطل وإما على الانحراف ما الذي أفعل قال صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أنت عض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك انظر إلى هذه الأسئلة كيف الرتب وكيف جاءت الإجابة النبوية صلوات رب وصلاة عليه هل بعد هذا الشر من خير هل بعد هذا الخير من شير ليعرف الشر وصفات أهل الشر لابد من معرفة الشر وأهله لابد من معرفة أهل الكفر وأهله لابد من معرفة النفاق وأهله لابد من معرفة الإجرام وأهله حتى لا يلتبس الأمر على الناس ولهذا الله تبارك وتعالى أحبة في الله جعل كريمة التوحيد تشتمل على الركني النفي والإيجاب كلمة التوحيد لا إله إلا الله مجتملة على الركنين ركن النفي نفي الألوهية عن غير الله وإثبات الألوهية الحق لله تبارك وتعالى فما ظنك بغيرها ولهذا كم من آيات في القرآن الكريم توضح الكفر وصفات الكافرين كم من آيات في القرآن الكريم تبين أوصاف المنافقين وتشرع لا حصر ومن أخطر من أخطر طوائف الإجرام المنافقون هؤلاء أخطرهم أخطر حتى من الكفار ولهذا الله تبارك وتعالى حصر العداوة فيهم فقال تبارك وتعالى هم العدو فاحذرهم هم العدو فيه حصر وقصر إذا كان هناك عدو للمسلمين وأهل الإيمان فالعداوة منحصرة في أهل النفاق في المنافقين لأن خطورتهم الخطورة التي يمثلونها أعظم من خطورة الكفار الذين ظهر كفرهم يبين ذلك أحبة في الله في سورة البقرة الله تبارك وتعالى ذكر أوصاف المؤمنين في أربع آيات ثم ذكر أوصاف الكفار في آيتين ثم فصل صفات المنافقين في ثلاث عشرة آية في سورة البقرة في بدايتها لماذا المؤمنون في أربع آيات والكفار في آيتين بينما المنافقون في ثلاث عشرة آية يقول العلماء لخطورة أمرهم لخطورة أمرهم على الإسلام وأهله ولهذا الله تبارك وتعالى نزل سورة بكاملها سميت سورة المنافقين سورة المنافقين وسورة التوبة تسمى سورة الفاضحة الفاضحة ففي الصحيحين من حديث سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال قلت لابن عباس سورة توبة فقال التوبة بل هي الفاضحة ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا ألا يبقى منا أحد إلا ذكر فيها نعم لأنها نزلت بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة التبوك مرحلة حرجة ظهر فيها المنافقون لتلك المحنة والفتنة فأنزل الله تبارك وتعالى سورة التوبة التي هي سورة الفاضحة وتصمى سورة البحث لأنها تبحث عن أسرار المنافقين وتسمى المبعثرة والبعثرة البحث يعني تبحث وتكشف عن أسرار المنافقين ولهذا جل أمرها يدور على هذا الأمر على صفات المنافقين وتوضيح أمرهم لأن أمرهم في غاية الخطورة كم من المؤامرات كم من المحاولات كم من الخطط كم من الآفات كم من التدابير قاموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل ويشف أسرارهم حاولوا أن يقتلوا المصطفى صلى الله عليه وسلم مؤامرا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم في طريق رجوعه وعودته من تبوك حاولوا أن يغتالوه ويتخلصوا منه كما في صحيح المسلم وغيره حاولوا إفشال النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في غزوة أحد حاولوا التفريق بين المهاجرين والأنصار وإحلال الفتن في المسلمين حاولوا حاولوا لا عصر إذا كان ذلك والوحي ينزل ويكشف ويبين ما ظنك بنا في هذا اليوم ما ظنك بنا في هذا الزمن ما ظنك بهم في هذا الزمن الذي على فيه الكفار والمنافقون على كثير من المنابر الأمر في غاية الخطورة أحبت في الله ولهذا لا بد من الرجوع إلى الكتاب والسنة ليتبين الأمر ويستوضح المؤمن لأن لا يغتر بهؤلاء لأن الاغترار بهم خطورة في الاغترار بهم خطورة يقول الحافظ من الكثير عليه رحمة الله نبه الله تبارك وتعالى على أوصاف المنافقين لأن لا يغتر المؤمنون بظاهر أمرهم فيقع بذلك فساد عريض ما هو هذا الفساد العريض يا ابن الكثير يقول من عدم الاحتراز منهم وعتقاد إيمانهم يقول وهذا من المحضورات الكبار أن يظن بأهل الفجور خيرا كثير من المسلمين اليوم اغتروا بهؤلاء ويظنون فيهم الخير ويتبعونهم ويعتقدون فيهم ويقلدونهم بحسن الظن فحصل من الفساد ما الله به عليم وحصل من الموالات بهؤلاء ما الله به عليم وموالات أهل الشر يعني معادات أهل الخير وفي ذلك فساد عريض يقول الحق تبارك وتعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير إذا اختلط الأمر والتبس الأمر واختلط المنافق بالمؤمن والفاجر بالمطيع والكافر بالمؤمن واختلطت السبل ولم يتبين الأمر عند ذلك يحصل الفساد العريض فيوالي المؤمن الكافر ويوالي المنافق ويوالي أهل الفجور ويعادي أهل الحق ويعادي أهل السنة بغفلة بجهل بحسن النية وفي ذلك فساد ليس بعده فساد لأجل ذلك أحبتي في الله ولامتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولما نعانيه اليوم من الخطورة فإن المنافقين اليوم أصبحوا من صناع القرار احتلوا مراكز التأثير وأصبحوا من صناع القرار وأصبح منهم سياسيون ومحللون وأصبح منهم متعلمون ومثقفون بل أصبح منهم ممن يدعي العلم وينتسب إلى العلم بل أصبح منهم وكثر فيهم القرار وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أكثر منافقي أمتي قراؤها أكثر منافقي أمتي قراؤها الذين هم يقرؤون القرآن ويحفظون القرآن ولكن لا يعملون به فلا بد من توضيح السبيل والتبيين الطريق ليهلك من هلك عن بينا ويحيى من حي عن بينا لذلك أحبتي بالله نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في خطب قادمة مقامات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى سلسلة تتعلق بصفات المنافقين في القرآن الكريم ماذا قال القرآن الكريم عن هذه الطائفة كيف شرحا كيف بيّن حتى لا يغتر أهل الإيمان بهم أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه ترجمة نانسي قنقر